تنهيدة في غزة، من يسمعها؟ مثل هذه السيدة المسنة، غزيون كثير يعيشون تحت رحمة الحرب دموعها ربما ليست بحجم المعاناة في غزة لكنها تعكس واقعاً أليماً يخيم على القطاع منذ أربعة أشهر ما شفتش أعطل من هيك حروب زي الحرب هذا وما شفتش جوع أعطل من الجوع هذا العيشة هذه بحطونا علبة تونة بحطونا علبة حمص إيش بدنا من هالعيشة؟ والله موتنا ولا حياتنا الحرب وزعت ويلاتها على أنفاس الجميع الكبير والصغير لكن حصة الأسد من نصيب المرضى طبعاً كان متعود على أكله كله على الخلاف ما يعرفش يمضغ ويبلى زي اللبن لازم يكون أكله خمسة وخمسين يوم ما تحمم خمسة وخمسين يوم ما داء الأكل نحط في تمه أربعة أشهر عاشها الغزيون لم تشبه مثيلها من الحروب السابقة مشهد نهاية الحرب لا يزال ضبابياً حتى اللحظة ومحاولة البقاء على قيد الحياة هي سلاح النازحين الوحيد رغم التعب والمعاناة اللي إحنا عايشينا هنكون أقوى من الوضع اللي إحنا فيه هنصبر ونصبر ونصبر لغاية ما الله يفرجها علينا وسط كارثة غزة كل الظروف تنظر باستمرار أزمة إنسانية مزرية تطوق النازحين ويبقى الصبر هو البفتاح الوحيد للفرج ميرنا حامد العربية